نادرة هي المعلومات حول ماضي قائد فيلق القدس قاسم سليماني المتوفر فقط هو سيل من مشاهد لزيارات تفقدية للسردار إلى مناطق عراقية وسورية وزيارات مساندة للقوات المقاتلة على الأرض جعلت منه رجلا ذا وهرى وعقلا مدبرا لكل مخططات إيران التخريبية لتدخلها في المنطقة صور أريد منها طمس الوقاء الحقيقية لسليماني وربما طمس نقاط سوداء في تاريخه مقابل هذا الغموض والعزلة التي أرادها سليماني لنفسه على ما يبدو سجل حافل بالأخطاء الاستراتيجية التي تجعل منه بارعا ليس في إرساء الخطط الاستراتيجية والعسكرية فقط وإنما في حبك المناورات والمخططات التخريبية وعلى سبيل المثال نقصة الحوثيين في اليمن المدعومين من الحرس الثوري الإيراني التدخل الإيراني في العراق عكس سوء تقدير الحرس الثوري للمعركة ضد داعش في تكريت وعدم تماشي حسابات سليماني مع المجريات التي حصلت موفدا القادة العسكريين نحو حتفهم كما هو حال حسن شاطري أحد القادة من مجموعة النخبة القوية في الحرس الثوري المسمى جيش القدس يخلو تاريخ قاسم سليماني من الإنجازات العسكرية الباهرة يستعيض عنها بالرصيد الذي يملكه عند خامنئي والذي وحده أتاح لهذا التسلق بسرعة في درجة تولي المسؤوليات والتحكم بالقرار الإيراني في العبث بأمن الدول المجاورة وإن نجح بشيء فهو بدعم الإرهاب ووضع خطط الإغتيالات بهدف خلق الفوضى ليس هناك شيء في سيرة سليماني ما يرشحه لأن يكون مميزا لدى المرشد لكن يكفي أن نتابع بعض التصريحات الإيرانية ليتضح حجم الفضائح التي لاحقت سليماني والذي نجح إلى حد ما بطمسها بافتعاله الأزمات السياسية الخارجية والداخلية وأخيرها أزمة ضريف وهو ما جعله القائد المحبب لدى قيادته في الوقائع سليماني متهم باختلاس أموال بقيمة أكثر من ثلاثة ملايين يورو قدمها فيلق القدس لقادة إفريقيين سليماني متورط بالسيطرة التامة على طيران مهان من خلال تعيين أقاربه في مناصب حساسة لتأمين استمرارية تهريب الذخير إلى إيران سليماني قادر على فعل أي شيء للإطاحة بأي منافس له حتى في الحرس الثوري ولعلى الخلافات مع محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري هي انعكاس للدور الحقيقي الذي يطمح أن يؤديه سليماني في إيران حتى جرائم القتل ليست عصية على السرداء فاتهامه بالتورط في قتل أحد مساعديه سيد موسوي دليل على الوجه الحقيقي لسليماني الذي يظهر فيه كلما تهدد موقعه بنظر المرشد الأعلى موسيقى